اشتركوا في القناة ومن ولا أيها الإخوة الكرام مازلنا مع سلسلة الأدعية المباركة التي نستفيد منها في حياتنا اليوم والنهاردة هنتكلم عن دعاء أو حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعنوان خير الناس أنفعهم للناس الحديث في صحيح الجامع برقم 3289 خير الناس أنفعهم للناس يقول الإمام ابن القيم عليه رحمة الله ومن أسباب شرح الصدر إيه هو الإحسان إلى الخلق ونفعهم بما يمكنه من المال أو سواء بالجاه أو بالسلطة أو بالمعارف أو النفع بالبدن وأنواع الإحسان فإن الكريم المحسن أشرح الناس صدرا ده من أفضل أنواع الإحسان فمن أفضل أنواع الإحسان أشرح الناس صدرا وأطيبهم نفسا وأنعامهم قلبا هذا أمر في غاية الخطورة أمر مهم جدا ولا يقدر عليه إلا من وفقه الله تبارك وتعالى فاللهم اجعلنا ممن تستخدمهم لخدمة الناس تظلونا في اللقاءات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته